اهلا بكم من جديد فيه اهتمام كبير بالتعليم الفني ومخطط لانشاء اكتر من جامعة تكنولوجية جديدة وده طبعا لان الجامعات دي بتخرج كوادر فنية مدربة ومحترفة وبيكون لهم فرص كتيرة وكبيرة في سوق العمل في مصر وفي الخارج كمان خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن اهمية الجامعات التكنولوجية وازاي نظرة المجتمع للتعليم الفني ممكن تتغير اكتر واكتر من الدكتور احمد الحيوي مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والامين العام لسندوق تطوير التعليم صباح الخير على حضرتك صباح الخير دكتور صباح خير نورنا فني الله خليف بردك بداية كده فكرة الجامعات الجديدة احنا عايزين نعرف عندنا كام جامعة جديدة بيتم انشاء طيب هو اولا باسم محمد الرحيم طبعا بدأت بداية مهمة جدا وهو التعليم الفني والنظر المجتمعي للتعليم الفني وما حدث فيه النقلة النوعية اللي بتحدث فيه مؤسسات تعليم الفني فترة حالية يعني خلينا اقولك من 2017 على مستوى وزارة التعليم العالي ما كانش فيه عندنا الجزء الخاص بالتعليم العالي في تعليم الفني كان لكل الموجود هي معاهد دبلومات سنتين فقط ما كانش عندنا فكرة الجامعات دي موجودة اصلا يعني وما كانش هذا المصار موجود من 2019 بالاضافة ان كان موجود في مصر كان التعليم الفني قبل الجامعي مدالس التلات سنوات وخمس سنوات وكان معظم الطلبة مكتبلا من مصر بيحب ان هو يكمل الدراسة بتاعته بعد كده وبيحب ان هو يستكمل دراسة الجامعية فكان كل الطلبة بتحب انها تخش الجامعة وعلشان كده ما حطينا الخطة في 2017 بدأنا بيها بدأنا اول حاجة بانشاء قانون للجامعات التكنولوجية ثم بدأنا باول تلات جامعات تكنولوجية في مصر في تلات اماكن مختلفة طب احنا بنختار الجامعات التكنولوجية دي على اي اساس بنختارها في المناطق الصناعية الموجودة في المحافظات المختلفة والبرامج الموجودة في كل جامعة تبقى مرتبطة بالتخصصات الموجودة في المنطقة الصناعية يبقى احنا كده قربنا الصناعة مع الاكاديمية في مكان واحد علشان يبقى المستثمر اللي بشتغل في المنطقة الصناعية شايف الجامعة اللي بتساعده والطلبة اللي موجودين عنده بيتدربوا عنده من أول يوم وبالتالي كده يبقى هو بيشارك معنا في إعداد هذا الطالب كخريج بعد فترة زمنية معينة فبدأنا بجمعة القاهرة جيدة التكنولوجية بدأنا بجمعة الدلتة التكنولوجية في منطقة أويسنا في محافظة المنوفية بدأنا بجمعة بني سويف التكنولوجية في منطقة بني سويف كل جمعة من الجماعات دي لها خصوصية معينة يعني منطقة مثلا بني سويف مع شراكة مع دولة كوريا الجنوبية وكوريا الجنوبية يعني لها بيع كبير جدا في هذا النوع من التعليم شراكة مع حاجة سladım كوريا تيك موجودة في كوريا وديت هي الشريك التعليمي الخاص بجمعة بني سويف الشريك التعليمي الكوري ده هو إحنا استفدنا منه بشكل كبير جدا عمل إعداد للبرامج الموجودة عمل إعداد للمدرسين الموجودين عمل إعداد لمنظومة الجودة الموجودة داخل الجامعة يمكن جمعة بني سويف التكنولوجية كتب من أحدة الجامعات المحظوظة لوجود الشريك الكوري فده أمر كان جيد جدا عمل إقبال للجامعة بشكل جميل جدا الشريك التعليمي الجامعة بقدلت وجامعة القرأة الجديدة البرامج اللي فيها برامج مميزة ما ياش موجودة في جامعة تانية عندنا برامج مختلفة بدأنا بأربع برامج تكنولوجية البرامج دي تزادل دلوقتي لسبع وتمم برامج ده دليل على إيه؟ دليل على أن السوء ما بيطلب لهذه التخصصات بيطلب من الجامعة إعداد هذه البرامج ثم بعد كده بيتم الإعداد وبيتم عمل هذه البرامج البرامج اللي كانت موجودة معينا بدأنا ببرامج خاصة بالطاقة الجديدة ومتجددة ولاحظ الطاقة الجديدة ومتجددة لاحظت أهمية هذا التخصص لمشروعات الطاقة اللي موجودة في مصر صحيح أما بتكلم على مشروعات الـ IT بتلاقي بعدين برنامج الـ IT مشروعات التحول الرقم اللي موجودة في مصر أما بتكلم على مشروع خاصة بـ Autotronics بتكلم على وسائل الانتقال والمواصلات اللي موجودة في مصر أنا أنا بيتكلم على برنامج مهم جدا وهو برنامج الأجهزة التعوضية ده برنامج برضو بيتمص يتمص الدännاء بتعمل مشروع كبير جدا في الأجهزة التعوضية طيب ارتباط بالمشاريع القومية اللي بتتم والأجهزة التعوضية عظاً ده وسط الرسالة يبقى احنا ما بنعملش برامج انا زي ما بعمل برنامج تقليدي وبرنامج وبرنامج نعمل его كده وخلاص يستكمل هذه الخطة ست جماعات أخرى ست جماعات أخرى موزعة على مساحة أكبر في مصر بدأنا في مصر في ثلاث جماعات مثلت صغير بني سويف القاهرة المنوفية لكن بعد كده بس في التمثيل المبدئي لبني سويف الصعيد المنوفية واجه بحري بس وإن كان طبعا ما رحناش اسكندرية ما رحناش القاهرة في أماكن تانية فعشان كده ست جماعات التانية غطت هذا الفرق فعملت في 6 أكتوبر في القاهرة برج العرف في اسكندرية أسيوت لقصر شرق برسعيد ولاحظ المناطق اللي بتكلم عليها ويهي كمان عندنا في سمنوت في الغربية يبقى إحنا استهدفنا مناطق الصناعية مختلفة استهدفنا إن إحنا نوسع الرقعة بتاعت الجامعات التكنولوجية عشان التعليم ده نزود الإقبال عليه المؤسسة التعليمية اللي موجودة معمولة بشكل يعني يليق بأي مؤسسة تعليمية جامعية كبيرة إمكانياته كبيرة المعامل وبرش الموجودة فيه قربوا من الصناعة الناس الأسازة اللي بيشتغلوا فيه فإحنا بنحاول نعمل مجموعة عوامل تحسن من جودة الخريج اللي هيطلع من هذه المنظومة عظيم جداً طيب إحنا زودنا جامعات وبنعمل ست جامعات تانيين صحيح وعندنا ثلاثة موجودين وده ناتج إنه فيه إقبال تمام الطلبة بتقدم وإحنا شوفنا إقبال في تلك جامعات حضرتك بتقول نموها من 2019 من 2019 يعني لوقت يخلقنا سنة ثالثة طيب عظيم يعني خلاص كلها سنة ويتخرجها هو إحنا عندنا برضو في نظام التعليم في جماعات تكنولوجية عندنا نوع من المرونة بمعنى إيه مش ضروري الطالب يخلص 24 سنة واربعة ساعات بعدد ساعات سنتين ثم سنتين مرحلتين أول سنتين بيحصل على الدبلو ويطلع يمكن يشتغل سنة واثنين وثلاثة ويرجع للجامعة والعايز يكمل والعايز يكمل ممكن يكمل ثلاثة ورابعة ويأخذوا باكاريوس بعدك ولو أحب يكمل مجلسية ودكتوراه برضو في نفس المصار بتاعه طيب الطلبة إزاي بيدخلوا الجامعة أصلا؟ الطلبة يخشوا الجامعة بتشكل تقليدي العادي لمحتاجه إحنا عندنا فئتين سنة وعامة وعندنا دبلوماية فنية والاتنين بعدما بخلص سنة وعامة أو دبلوماية فنية بيخشوا متحان القدرات وإذا كان مجموع بيسمح للتحاق بالجامعة بيانتحق بالجامعة بشكل مباشر بس الفكرة كلها أن أنت عندك النسبة الأكبر برضو قصة المجموع هي اللي بتتحكم لا لا خلص لا مش المجموع هو الدبلوم الفني والسنة العامة المجموع فيها مش زي الإقبال القوي على الكليات ما تسمى بنقصين القمة يعني فبالتالي هنا المجموع متاح للجميع بس هو الشرط الأساسي كنت متخيلة دكتور اختبار القدرات هو اللي حيبقى بيحدد ده ليه لأن حضرتك أنت عندك عدد الطلاب في المراحل دي كبيرة جدا وإنت حضرتك لو فتحت الباب حيلتحق بالجامعة عدد كبيرة جدا حتنعكس ده بشكل سلبي على نوع الجودة التعليمية هتقدم فأنت عايز دايما يكون عندك أعداد محددة تتناسب مع الإمكانيات الموجودة مع المساحات الموجودة ومع قدرات الطالب نفسه يستفيد من المقيم مقدم من ناحية التعليمية طيب بنتعامل ازاي يعني الحركة بتقول أن الجماعات موجودة جنب الشركات أو في أماكن المجموعات الصناعية يعني بحيث أنها تبقى المناطق الصناعية بحيث أنها تبقى بتتعامل الطلاب بيتمرنوا في هذا المكان منها أن الشركة بتستثمر في الطالب ومنها الطالب بياخد صبرة العملية حالك قلت الدراسة سنتين وبيتوقف ويرجع هل مسموح أنهم يتم الدمج بين الأربع سنين أثناء العمل ولا طبيعة الدراسة بتحتاج تفرغ كامل؟ لا المرونة عندنا أنه هو الطالب بنسبة العمل يعنده في الدراسة 60% فكونوا بيدرس العمل أكتر ده الهدف هذا الهدف بتاعنا فإحنا بيقول المرونة هنا ممكن بقى يدرس العملي ده في شغله؟ يعني ممكن يكون بيشتغل في العمل؟ هو هو بيشتغل السنتين بتوعه ممكن الطالب يكون بيشتغل بس هو لازم يكون برضو بيحضر العملي بتاع الجامعة السنتين دولت سنتين بيخلصهم بشكل نهايي يعني لا يتم الدمج بين شغله وبين العملين بضبط الحاجة التانية ممكن بعد كده سنتين دولت أنا جات لي فرصة عمل هشتغل اطلع اشتغل في العادي ايطلع ياخد الشهادة وخلاص وشارجع بعد كده لطلعك بحاجة لأننا همقوله طلع اشتغل وقعد سنة أو اثنين ويزود الخبرة بتاعتك وتعالى كمل المرحلة التانية كمان وخد البكريوس فأنت كده حضرتك بتيبقي اللي بيجي كامل بعد كده اكتسب خبرات من الصناعة فلما بيغي يثقلها بعد كده عشان ياخد درجة اعلى بيبقى هو كده شكل مستفيد الحاجة التانية بقى أشبع عنده بقى الضغط العصبي اللي هو ايه أنا ما خلصتش أنا مش معايا درجة البكريوس لأن برضو احنا أما بنيجي نعمل فكرة دية لازم يكونوا حطين في دماغنا الموروس المجتمعي في مصر على الشهادة ونوعية الشهادة والدرجة العلمية ولا نقفل هذا الموروس وإحنا عارفين أن احنا لما بنعمل الكلام ده بنتكلم ضد عقلية المجتمع المصر بس دلوقتي مع وجود المؤسسات التعليميدي ومع وجود الطلب عليها ومع الاتحاق الطلب عليها بيعمل نوع من بقى أوليها الأمور البداية وفكرة جمهورية جديدة يا دكتور جمهورية جديدة بشكل جديد بإنسان مصري جديد وحقوق أكثر إحنا بنيجي نتكلم عن هذا الكلام يعني أبسط حاجة أنا معك وأنا في كلية ده سنتين إحنا قلنا دائما نقول إيه ده سنتين فإذا الموضوع الآن بقى مختلف الموضوع دلوقتي إلا أنت راجل بتؤدي دور الهرم الوظيف في نفسه دور تكاملي ما بقاش في حد أب أن دون القصة كلها أنا بعمل دور حاضرك بتكمل الدور هو حاضرك بيكمل الدور فإذا المنظومة كلها بتشتغل في هذا الموضوع روح الفريق بتبع موجودة مفيش عندنا بقى أنا المهندس وأنا المش مهندس وانا المش عال القصة أنا كراجل معي باكولوس تكنولوجي ليه وظيفة محددة أنا عارف مواجبات وظيفتي المهندس عارف مواجبات وظيفته الراجل الفني عارف مواجبات وظيفته إحنا كلنا كفريق عمل بنحقق الانتاجية وبنحقق المصدر والمنظومة ما بتسمش غير بتكامل أعضاء الفريق بتكامل وكل واحد يعرف دوره ومقتنع به وفخور أنه بيأدى هذا الدور يعني إحنا دلوقتي دائما أجمنا بنخش مثلا السنتين أو الأربع السيني أو الخمس السيني لا أنت سالتي لا موضوع ده لابد أن ينتهي إحنا دلوقتي القيمة القيمة بما تقدمه كعمل للمكان أنت موجود فيه مش إن أنا معايا شهادة كذا أو شهادة كذا فرصة كمان يا دكتور مطلوبة وكويسة ونقدرة ونحترمها ولكن ممكن ناس كتير معا شهادة بس نتمنش حاجة عظيمة إحنا كان دايما عندنا فعلا زي ما حادق بتقول إن فيه ناس خرجين جماعات وجماعات وكليات قمة وكل حاجة بس فين فرصة العمل بظبط مفيش فرصة عمل ما هو برضو السؤال ده السؤال ده حادق تقوله ببساطة كده لكن هو السؤال مهم جدا لأنك إنت حادق ما تقول مفيش فرصة عمل طب ليه ليه ما ده نقطة مهمة جدا معايا في نفس الوقت سفعب الشركات بيقوله مفيش ناس بتتوزح بظبط كلنا في مستوى واحد وكتير أما بديجي تتكلم على التخصص معين وتلاقي مثلا كل الكلات بتطلع منه هو هو نفس التخصص وزاد عدد التخصص في السوق زاد دي فعلا ده السوق تغير فأصبح دلوقتي قليات السوق دلوقتي السوق من خمس سنين غير ما عشر سنين غير ما عشرين سنة التكنولوجيا اللي كانت موجودة قبل كده كنا بتكلم على التكنولوجيا الصورة الصناعية التالتة دلوقتي الرابعة دلوقتي الناس تثابتوا الرابعة بتقلم في خمسة كل شوية الدنيا بتتغير وإحنا قاعدين أنا أصلا أنا عايزة أخذ الشهادة طيب ماشي خلاص خليك أحد أخذ الشهادة لكن السوق بتقدم نهيك بقى إن أكتر من كده إحنا بدلوقتي مش بتكلم عشان أنا شخصيا أخذ شهادة لا إحنا كلام دولة لو ما كانش بيعني يعني عكس على أداء المصانع وأداء الاستثمار في الدولة وإن الدولة تنتج بشكل أكبر وثقافة العمل تزداد في الدولة بحيث إن إحنا نقدر نخرج خرجين قادرين على التحامل المسئولية فيما هو قادم إحنا كده إحنا ببنامش حاجة فعشان كده اللي إحنا بنعتبره ده هو ده تحدي كبير جدا التحدي ده هو مش عشان مجرد نخرج شهادة أو كذا لا ده عشان نخرج ناس عندهم القدرة إنه هما يتولوا المسئولية بعد كده سواء كان في السوق المحلي في مصر أو على مستوى الدول الأوروبية وعلى مستوى الدولي لأنه ده يعتبر منتج مصري نتمنى ونسعى دايما أنه يكون بجودة تنافس الجودة العالمية أكيد طيب دكتور لو رجعنا نتكلم بقى الكلام التقليدي خريج الجامعة العادية بيخرج بيلتحق بنقابة ما حسب تخصصه صحيح خريج الجامعة تكنولوجية هل برضو له نفس الشكل ولا يعني يعني السؤال يعني يعني بنغير برضو في التفكير وبنغير في المفهول كوالية أمر مثلا بتسأل السؤال ده لأن طبعا السؤال ده إحنا وإحنا بنشتغل هذا الكلام نحن نقول للناس تعالوا عايزين نقولهم ونأمنهم ونأمنهم نوعا نواجه فوجينا بعض الأسئلة يعني بس بعد ما اتخرجت عرفت النقابة بعد ما اتخرجت لكن فوجينا والناس وهي بتبقى تخش والنقابة نحن نخش عليها اسمها نقابة ايه فده كان أمر مهم جدا يعني وعلشان كده بفضل عن ضربنا سبحانه وتعالى كل من يحمل باكاريوس تكنولوجي نشأت نقابة اسمها نقابة التكنولوجيين عشان ينضموا لها بعد تخرجهم بمشيئة الله وبالتالي نقابة تكنولوجيين الحمد لله اتوافق عليها وهي موجودة في مجلس النوال منتظرة الجلسة العامة لكن الحمد لله سيبقى لهم نقابة تظل كل من يحمل هذا النوع من الباكاريوس علشان برضو السؤال رحضتك لو تخرج حيلاقي نقابة تدافع عنه وتقدر تنمي من مستوى بعد تخرجه كمان إن شاء الله بإذن الله طيب خريج هذه الجامعات بيبقى مع إيه المحتوى التعليم اللي بياخده طيب المحتوى التعليم اللي بياخده أي جامعة بيبقى عندها حاجة اسمها مطلبات جامعة وحاجة تانية اسمها الكرسى التخصوصي اللي موجود في الجامعة الجامعة ديت عشان هي جانب عملي فملاقي عندنا بعض المقررات متعلقة بشكل مباشر بالبيئة الصناعية أمن صناعي ممكن نلاقي الجزء الخاص بحفاظ على السلامة الصناعية اللي بيلاقيه كل المواضيع دي مواضيع عامة مهم جدا الطالب يكون عنده الثقافة دي الحاجة التانية الشخصية لازم الطالب يكون عنده لغة كويسة إمكانات الكمبيوتر سكيلز بتاعته كويسة عشان يقدر يتعامل نواحة مستقبلية الحاجة التالت المهمة التخصص بقى اللي هم أجود معاه التخصص ده بيشمل حاجتين الجزء المعرفي اللي هو مفروض انه هو يكون عارف عن التخصص بتاعه والجزء العملي هو ده الأخطر في الموضوع على الجزء اللي هو فالجزء العملي بتاعه هو بيتضرب بيتضرب جزء عملي بيتضربه في الجامعة وجزء عملي بيتضربه في المصنع أو الشركة اللي هي بتدي التخصص بتاعه ده فبالتالي بتبص كده عن ناحية التكاملية في نواحي شخصية بيكتسبها في نواحي مهنية بيكتسبها ده بيتخرج يشتغل على طول هو ده الهدف هو الهدف ما حنا حضرتك هل يصح نحن نلاقي بعض المستثمرين بيجيبوا عمالة أو فنيين من دول خارج مصر لا طبعا وإحنا عندنا في مصر ما نلاقيش يعني يعني أمر غريب إحنا لابد عندنا ثقافة العمل تتغير وخليني أقول لك وبالنسبة لأنا ما أكسب بالمناسبة لأن أنا موجود على الأرض إحنا عارفين ما أكسب كبير أنا بجيب لك يعني أنا سميها بقى بلغة الكرة كده لأي جاهز الحاجة المهمة جداً اللي عايز أقولها لحضرتك إن إحنا في مصر هنا هوت إحنا يعني عندنا ثقافة أنا أشتغل أي حاجة مهم أجي فلوس فبتلاقي شباب كدير جداً في مرحلة عمرية معينة المرحلة عمرية الشاب بيشتغل على أي وآيا كان الشغلان بتاعته لمجرد أن يجي فلوس لكن هو بيقفل من حاجة إنت هجي فلوسه النهاردة لكن ما بنيتش مستقبل بكر صح فإنت مستقبلك إيه هل حتظل عن نفس المهنة ديت على طول ويبقى اسمك أيا كان الإسم بتاعك لا إحنا عندنا مشكلة موجودة بالفعل دلوقتي دكتور فكرة إن الناس كتبجي أعداد كبيرة جداً بتعزف عن التعليم خالص أنا بجيب شغلانة أنا ملك نفسي أنا صاحب نفسي أنا بجيب الفلوس خلاص لا آه أنت بجيب فلوس دلوقتي صحيح لكن ما بتبنيش مستقبل نفسك أنت بعد فترة هتندم هتندم إيه المنى أنت تشتغل ودرس في نفس الوقت الشغلانة بتاعتك مش حرام ابدرس وكوّن نفسك بس بجانب هذا الكلام ادرس برضو وصقل نفسك بحيث أنت ما تخلص الشهادة بتاعتك هتشتغل بمستوى تاني ويبقى تقالي حفظت على مستقبلك وحفظت على وقتك الحاضر النقطة المهمة برضو إحنا ما بنبني هذا الكلام في التعليم العالي ما هوش برضو بنعمله كده لأنه عندك في التعليم قبل الجامعي عندهم دلوقتي مدارس عشان يطوروا التعليم الفني مدارس تكنولات أطبقية طيب لو كنا عملنا المدارس دي تكنولات أطبقية في التعليم قبل الجامعي وتخرجوا كلها هرقوا فيه كأنه هيرجعوا برضو مرة تانية يخشوا الجامعات الحكومية العادية وبالتالي بكل اللي بنناه في القبل الجامعي برضو ملوش مصار مستمر في التعليم الجامعي علشان كده تكامل ما بين وزارة التعليم وزارة التعليم العالي المصار دلوقتي من بعد الشهادة الأدادية يستطيع الطالب أن يكمل دراسته حتى مرحلة الدكتورة تمام لما بقى يخلص الماجستير والدكتورة نحن كنا نقول أربع سنين الدراسة سنتين وسنتين وسنتين ده بقى برضه بيبقى نفس الشكل الطالب بعدما بيخلص بيقدر يكون جزء من أعضاء هيئة تدريس في هذه الجامعات وتمشي بقى الدورة التدريسية اللي متعلم التعليم ده هو أقدر واحد يعطيه لأن إحنا حضرك بما بيجي ده وقت نستفيد من الناس الموجودين في الجامعات التقليدية هو بيجي درس نفس المتول في الجامعة ودي بتمستمرين له مشكلة وصعوبة لكن أنا عما كن بقى متعلم من التعليم ده هو نفسه محتاج يدرس المنهج بتاع الجامعة فهو لما يكون هو متخرج منه وهو اللي عارف يعني إيه تدريب وراح يشتغل في الصناعة لا ده حيبقى وماشى تانية خالص بمنهجه بقى المختلف بطريق التعليم بالضبط كده ده عظيم جداً احنا بنشكر حضرك فندم شرفتنا ونورتنا فندم شكرنا وخضراتك جميل احنا دلوقتي عشان الناس اللي بدأت تخطط لحياتها أو في المرحلة العمرية بتاعت السنوي احنا بنشوف جامعات تكنولوجية فيه تلاتة موجودين وفيه ستة ان شاء الله يكونوا موجودين اهمية دخول الجامعات التكنولوجية في ان ده اللي سوق العمل محتاجه ده اللي المشروعات القوامية اللي الدولة بتعملها محتاجاه يعني انت بتتخرج بتبقى جاهز لسوق العمل المحلي وكمان لو بتفكر في انك تسافر برا بيكون معاك محتوى مختلف بيكون معاك تدريب كمان مختلف وتدريب عملي زي ما الدكتور قالنا دكتور احمد الحوي الامين العام لصندوق تطوير التعليم احنا بنشكرك طبعا شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا ونتمنى من كل الشباب ان هما يفكروا برا الصندوق برا فكرة الجامعات والكليات اللي هي المعروفة والتخصصات اللي كلنا عارفينها زمان الوضع اختلف دلوقتي يا منا ولازم الناس تدرك حاجة زي دي الاهالي قبل الطلبة كمان سيما في جمهورية جديدة لازم في سوق عمل جديد بخريج جديد بمواصفات جديدة ومختلفة وغير تقليدية